سحب وأمطار تعمل سماء العاصمة السورية دمشق من قناة ياسجي فاميلي مساء الخير الخوف من بكرة والأمل لمستقبل أفضل رح يقلنا عنهم هلا الأستاذ ميشيل عبداللطيف فغالي بتوقعاته لستنجع سنة 2021 مساء الخير أستاذ ميشيل مساء نور يا هلا بدي رحل فيك عبر قناتنا يا هلا مساء الخير لكم مساء الخير إليك والجنهور كلهم أهلا وسهلا فيك قبل ما نبلش بتوقعات سنة 2021 حابين نعمل مرور سريع لبعض التوقعات اللي تنبأ الأستاذ ميشيل عبداللطيف فغالي وصارت لسنة 2020 خليكن معنا عمشوف حدث غير مسبوك ابتسامة للفنان هاني شاكر تظهر في إحدى البرامج التلفزيونية انقطاع التيار الكهربائي عن أحد المدن السورية لمدة تزيد عن العشر دقائق تساقط التلوج في مدينة فاريب لبنان وزبداني في سوريا حادث سير على أحد الطرقات السريعة في أحد المدن الأوروبية ينجم عنه أضرار حريق في أحد المنازل يستدعي حضور رجال الإطفاء إصابة أحد لاعبي كرة القدم أثناء مباراة كرة قدم إطلاق نار كسيف أثناء أحد حلقات مسلسل الهيبة عم شوف حالة سرقة في أحد المدن الفنزويلية البلد في حالة فوضى ولم تعد للقانون قيمة هذا الفيديو يظهر مشاهدة سلب وناهب تتكرر يوميا في فنزويلا وهلأ رجعنا معكم من جديد ويعني إذا هيك سنة الألفين وعشرين فالله يستر من سنة الألفين وعشرين إن شاء الله سنة الجاي تكون أحلى من السنة اللي مرأت حابة أعرف منك استاذ ميشيل شو عنوان توقعاتك لسنة الألفين وعشرين أخذ مني وقت طويل كثير لحتى أقدر حدد عنوان لتوقعات سنة الألفين وعشرين لأنه صار فيها كثير من الخربطات فآخر شيء درت توقف عند عنوان هو التباعد المتقارب هذا عنوان تنبؤاتي لسنة الألفين وعشرين التباعد المتقارب حلو طيب هلا إن شاء الله سنة الجاي تكون هيك سنة حلوة ومعتكم مثل السنة اللي مرأت فحابة أعرف هيك أول شيء رأيك شو رأيك شو شعيف أنت عم شوف أنه سنة الألفين وعشرين تشبه سنة الألفين وعشرين إلى حد ما وما بتشبهها بكتير أمور في تشابه وعدم تشابه بنفس الوعد طيب سؤال شخصي استاذ ميشيل عبداللطيف غالي هو أنه أنت بتتوقع ولا أنه كيف تتوقع درستها دراسة ولا أنه وحي ولا إلهام أنا بالنسبة لي ينزل علي نوع من البصيرة متباعدة الطيف سنائية المذهب يعني أنا بس كون بصفن بشغلة بعمل لها نوع من الاستيحاء اللازاتي ينزل علي نوع من الوحي المتكاسف الطبقات هذا عن طريقه بقدر أعرف شو ممكن يصير للمستقبل بنسبة كتير عالية شو حلو يعني شان هيك أنت مميز عن غيرك نعم يعني لا تشبه حدا نعم حلو هلأ حابين نسمع منك أهم التوقعات لسنة 2021 تفضل أستاذ ميشيل عبداللطيف غالي عم شوف مريم نور عم تشتم بأحد المقابلات التلفزيونية نعم في الـ 2021 كارثة اللا كارثة في البحور الصحراوية للمحيط الأطلسي عم شوف تحليق طيران أحد الدول في سماء دولة أخرى بالنسبة لمرض الكورونا عم شوف إبرة لقاح بإيد أحد الأطباء وزند مريض سنة 2021 رح نشوف تطبيق عملي لجملة عقبي عليك يا عقب على إيه بتستعقب بدنيا فيها العقب هو اللي مستعقب عم شوف منهجية في تسيير الخطأ بما يتناسب مع المعايير الموضوع انعكاس تنظيم موراء الواقع ضمن القطر الحيثية والاجتماعية بتجلب المناطق الساحلية السورية حدوث كوارث طبيعية تنعكس على البيئة الاجتماعية المؤسسة لقواعد فرد في الشمال السوري في دير الزور سحب وأمطار تعلو سماء العاصمة السورية دي مشق يشهد الساحل السوري في الصيف وخاصة شهر آب أغسطس يشهد العديد من زوار القاصدين للسباحة وادي النصارى في سوريا يشهد احتفالات وكرنفالات سنة 2021 تحمل بطياتها العديد من التضاريس المرئية وغير المرئية السمائية والأرضية بحرية كانت أم صحراوية نتمنى أنه تعطينا هيك شي تنبؤ خاص بس لقناتنا يعني يكون سبيشال بس لقنات ياسجي فاميلي مع العلم أنا مبحب أني أذكر أسماء بتوقعاتي بس تكرام عيونك عمشوف بال2021 انكسار لمرأة الفنانة إليسا اللي غنيت فيها غنية يامرايتي بالنسبة لباب الفنان عاصي الحلاني رح يتوقف عن البكار أوه خبر حلو نعم هاي أخبار حلوة إن شاء الله بتظل الأخبار دائما حلوة إن شاء الله بالنهاية بتشكر وقت التمين يلي ضيعته معك استاز ميشيل عبداللطيف فغالي وإن شاء الله تكون هاي آخر سنة منشوفك فيها وهي أول مرة أنت بتكون معنا على قناتنا وإن شاء الله بتكون آخر مرة شكرا كتير كما عندك لك وإن شاء الله تكون هاي آخر مرة بقى أشوفكم فيها وبيجي فيها على قناتكم إن شاء الله شكرا إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس تحت ليصلكم كل شي جديد باي باي موسيقى